ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع مصممة الأزياء إيمان فوزي النموذج التاني اللي يشرف في المجتمع أختي وصحبتي على المستوى الشخصي قبل ما تكون مصممة أزياء إزايك يا إيمان؟ إزايك يا ناس إيه الأخبار؟ الحمد لله يا حبت في ناس كتير تعرف طبعا إيمان فوزي جميلة مصممة الأزياء العالمي مش هقول مصممة أزياء وخلاص حبت بس خلينا نعرف الناس أكتر مين هي إيمان فوزي إيمان فوزي إيمان فوزي مصممة أزياء خريجت إيه؟ خريجت تجارة مش شغلة بمجالها خالص لا خالص بدأت الأول بمحلات براند ديفا تمام خدت الاسم ديفا وعملته على كل المحلات لأ أنت بدأت بالمحلات إحنا لسا كنا نتكلم على المحلات بتاعتك بس أنت قنات البداية بالنسبة لك بالمحلات بالمحلات تمام بدأت بمحل وبعدين الحمد لله التاني وبعدين التالت وبعد كده كان كل لبسي كاجول من بره كنت بسافر تركيا وباريس بشتري منها وبعد كده أنا كنت عيشة بره مصر بحب اللبس المغربي طب عايزين نعرف الناس الأول أنت دخلتي على حياتك على طول أنا اللي بفكة شغل إحنا بنعرف الأول الناس مين هي إيمان فوزي إيمان فوزي بنوتها جميلة حبت أن هي تعمل نفسها تبقى هقولها بالعربي سيدة أعمال مش بيزنس وومن ودورت هي بتحب إيه؟ هي خريجة كلية تجارة ولقيت نفسها بتحب الرسم قررت تكون مصممة أزياء ومش أي أزياء أنت محلات ديفا كاجول ولا عبيات فقط؟ لا كاجول وبعد كده بقى أنا ثلاث سنين عبيت يعني كانت كاجول في الأول وبعد كده قلبتيها عبيت لا الاثنين دلوقتي مزالت كاجول وعبيت طب خلينا نقول إلا خلاكي تتجهي للمجال ده مع أني ده مش تخرجك مش عملك بحب بتحبيه بحب القماش ما دخلتيش لفنون جميلة فنون تطبيقية هو النصيب بس أنا بعد كده أنا بحب القماش بحب الموضة بحب اللبس بحب كل ده عشان كده بقى بديت أن أنا عايز أدخل في المجال ده جميل أعمل حاجة جديدة أنا المحلات عندي كلها بجيبها من بره كاجول طب إيه اللي ممكن يلفت الأنظر تيني؟ لا العبيت فبدأت تقولي أنا قررتي أنك تفصلي عبيت المغربي أنت بتقولي نجيب من بره ده بتجيبك اللبس الكاجول لكن العبيات أنا عارفة أنت بتفصلي العبيات صح؟ وتميزتي جدا يعني مصممة الأزياء الجميلة إيمان فوزي متميزة جدا في العبيات المغربي ومش أي عبيات والتطريز الخفيف السامبل حاجة يعني الشيك في نفس الوقت حاجة جميلة قوليلي أنت بتقل إلهامك في تصميمك؟ هبتدي الأول أن أنا أقولك إزاي أن أنا أبتديت بالعبيات المغربي أنا كنت زي ما أنا أقولت لك أنا كنت عايش في السعودية أوكي طول عمري وكان لي صحابي مغربة كتير كنت بحب اللبس بتاعهم قبل كنت نفسي أن أنا أن أنا بقى مغربية حشان ألبس لبسهم يعني كنت نفسك للمغربية لمجادة أنت ندي تلبسي اللبس أوه اللبس بتاعهم والشكل بتاعهم والديزاين بتاعهم والحاجات دي كلها كانت عجبان جدا كان بيشدك؟ كان بيشدني أوكي حتى أنا كان على طول لبسي لبس المغربة جميل وبعد كده بقى لما جيت ربنا كرمي وفتحت المحلات طبعا أنا عايزة أعمل حاجة تانية رحت بديت أن أنا أعمل عبيات وبديت أن أنا أفتح الحمد لله عندي ورشة وبديت أن أنا أصمم فيها وعمل فيها النفس المغربي وبديت أن أنا أستعين بناس طبعا معي وبديت أن أنا أشتغل ونجحت الحمد لله في المجال ده لأربعة سنين في العبيات المغربية ما شاء الله ربنا يزيدك ويزيدك الحمد لله يعني إحنا هنوليكو بس مجموعة من العبيات كده سريعة أنا عارفة أني أنت في كذا حد من الفنانين برضو أنت بتتعامل معايا ويشتروا منك العبيات المغربي أنت معانا طبعا السور دلوقتي بتتعرض أنا يعني استمتعوا معايا بس بجمال العبيات ربنا يزيدك كده وإحنا بنتكلم خلينا نقول بدأتي أكيد مش أول بدايتك كانت اتجاه للفنانين لا طبعا طيب إحنا هايزين نعرف أنت وصلت إزاي لأن أنت تخلي وحدة زي الفنانة الجميلة وفاق عامر طبعا تشتري منك العبيات الفنانة الجميلة نهال عمبر بتشتري برضو منك العبيات يعني أنت ليك كذا حد ما شاء الله قيمة وقامة بياخدوا منك فأقولي لي وصلت إزاي عرفي الناس أنت وصلت إزاي أولا وفاق عامر الفنانة وفاق عامر هي صديقة من زمن لأخوي الله يرحم الله يرحم هي صديقة لي وبدأت أننا لما بدأت تشوف اللبس بتاعي بدأت أنها معقولة إيمان أنت بقيت تعملي حاجة زي كده ما شاء الله مش عارف إيه بدأت تعملي دعاية الحمد لله يعني هي برضو فضل لها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الفنانة وفاق عامر تمام جميل الفنانة نهال عمبر تعرفت عليها لما سفرت المغرب معي كان عندي دفلي هناك نعرفين أنت كمان مش ما روحتش المغرب بس كذا أنت كان لكي تكريم كبير هناك وكان من أحسن تكريمات لإيمان فوضي الحمد لله وفتونس كمان كنت بتتكرمي يعني أنت مش بتتكرمي مجرد تكريمك جوة مصر بس ده أنت كمان اللي فيهات اللي برا مصر فأنت بيتم تكريمك فيها فطبعا حاجة جميلة كرم ربنا الحمد لله جميل كميلي وبعد كده بديت أن أنا تعرف عليهم أن أنا ما جيت سافرت معاهم المغرب كانت أول تعرف لي وتعرفت عليهم وبدأت العلاقة أن إيمان اللبس بتاعها حلو اللبس بتاعها شكله غريب ما فيش حد من الموصلين الأزياء دلوقتي بيعمل اللبس بتاعي اللي هو الأزياء المغربي بس الحمد لله بديت أتعرف من الممثلة 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 لحد ما وصلنا الحمد لله النسبة كويسة يعني استحملتي لحد ما وصلتي للي أنت عاوزات تعبتي كمان هو تعبتي عشان توصلي للي أنت عاوزات تعبتي وشئيت وبديت من الصفر وكل حاجة ما هو ده النهاردة في حلقتنا إحنا يعني باختصار على اسم برنامج باختصار إحنا عايزين نوصل هدف للشباب البنات والشباب ونقول لهم ما تستناش الحاجة تجي لك لحد عدرك لازم أنت تدور على هدفك عشان توصله غير كده عمرك ما هتوصل في حياتك لأي هدف طب خلينا نكمل بتعتمدي في تصميماتك على إيه يعني أنا باعتمد على التصميمات اللي هي الجاي يعني أنا بغتتفرج على الحاجات اللي بقى الحاجات الجديدة يعني مثلا 20-20 في اللبس المغربي باخد منه ما بعملش طبعا نفس الشكل باخد منه شكل وبصمم أنا من دماغي بقى بديد بس في الآخر بيبقى مغربي وفي الآخر التونيسي حتى أنا ويتطلع زي ما أنت عايزة ولو في حاجة بتغيريها طبعا حتى يعني الفنانة ليلة غفران أنا كنت ملبساها شافت اللبس بتاعي المغربي والتونيسي عشان هي مغربية طبعا رحيت قالت لي لأ ده تونيسي وده مغربي يعني حتى هي بتبقى الناس اللي بتبقى عارفة في اللبس المغربي بتفرق طبعا بتفرق طبعا يعني أنا حب الشغل بتاع التونيسي والمغربي والشغل ده أنا حبه بما أنت حفيف رمضان الحمد لله يا رب ده تفوق في رمضان ربنا يوفقك وليدك الحمد لله يا رب يا رب يا رب خلينا نتكلم بقى بما أنت معنا النهاردة خلينا نعرف إيه الموضة بتاعة عشرين عشرين للصيف بما أنت حدخينا على الصيف بقى وأننا الألوانات الجميلة اللي ممكن نبدأ نلبسها في عبيات أو أنت عملت إيه دينا حاجة حصري كده لسه بما نزلتهاش أنا لسه إن شاء الله الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هينزل كليكشن جديد بتاعة إن شاء الله أولا الأحمر 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 الناري الناري كمان مش الكاتب يعني مش أي حد ده جريء آه جريء أوكي يعني الأصفر الأصفر السنيدي الأصفر الفسدقي الفسدقي يعني أنت مختارة ألوان أنت مختارة ألوان مش أي حد ممكن يلبسها في الصيف الأبيض طبعا لك الألوان الأبيض جميل في تاني الفوشية الفوشية التايجر التايجر هو اللي هيكتسح صيف كله وانتي مصممة العبيات على الالوان دي طبعا احنا لازم نشوف عبياتك ولازم ان شاء الله في رمضان في رمضان اوعدك في البرنامج انا هلبس من مصممة الازياء الجميلة عبيات ايمان طول شهر رمضان ده اكيد من غير ولا كلمة انا عايزك توجهي كلمة لكل بنت احدى تفرج عليك ازاي توصل لهدفها تتعب تتعب تفكر هي عايزة ايه اول حاجة تفكر هي عايزة ايه بعد ما تفكر هي عايزة ايه تبدأ يبقى ليها هدف وترجل الموضوع ده هتبدأ بعد كده انها تعرف انها يعني هي عايزة ايه في دماغها يعني انا في الاول قلت حطيت كده ورقة وقلم وقلت انا عايزة اشتغل ان انا افتح صحبة محلت من محل صغير على فكرة انا اول محل ليا كان 17 متر 17 متر 17 متر جميل وبسي يعني ومقلتش لأت صغير او ديق او ده 17 متر ده يعني راح بيخش بيخرم اه الحمد لله لحد دلوقتي بقى من محل الاثنين لتلاتة اخر محل ماشاء الله صحته كبيرة الحمد لله هي لازم اي بنت لازم تتعب لازم تعرف هي عايزة ايه ولازم يعني تفكر هي عايزة ايه انها تنجح اول ما تعرف انها هي عايزة تنجح وحط الهدف قدامها هتنجح هتوصل 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 يعني احنا قلنا في اول الحلقة ان عناصر النجاح تلاتة اول حاجة لازم يكون في غريزة تاني حاجة يكون في قدرة تالت حاجة لو عنده فرصة صح صح كده فانتي قلت نفس الكلام ومش لازم بفلوس كتير انا فكرة مهو ده مش بفلوس كتير اصلا انت ممكن تبدأ من الصفر برأس مال صغير طبعا ممكن تبدأ من تحت الصفر وتطلع وتوصل لو انت عاوز ده لو انت بالضبط كده انا النهاردة مبسوطة جدا لان انا حلقتي في مضمونها جميل لشباب فعلا ناجح فعلا ما استناش حد ان هو يدي له فلوس او يدي له فرصة كبيرة مرة واحدة وفتلاقي نفسك كبير لا انا الناس بنبدأ من تحت الصفر وبناخدها سلمة 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 عشان حتى ما تنطش مرة واحدة تروح واقع لأ انت لما بتمشي على خطوات صح انت كده بتوصل صح صح كده طيب خلينا نتكلم اكتر على عبايات انا عايزة اعرف انت بتهتمي بقى بالتطريز الشغل اليدوي ولا بتهتمي بان انت لا الشغل اليدوي كله شغل اليدوي كله هند ميت كله هند ميت ما بتحطيش اي ستراس اي لا 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 ما بتجربي ما تحلوش حد انك تغيري او ان انت الشغل المغربي معروف اوكي والشغل التونسي معروف ايه الشغل بتاها بالزبط اوكي عشان كده ما بيتغيرش ممكن يتغير في الالوان يتغير في الشكل انه هو ممكن يكون بزعبوت من وراء من غير زعبوت من وراء الافطان المغربي الكلام ده كله وكنت قاعدة بتعملي في الاول بدايتك كنت بتعملي بأديكي وكنت بتخياتي بأديكي ما كانش عندي ورش ما كانش عنديك ورش انا كنت بعمل عند حد كنت بتأجريها ولا بتروحيها هل معرفة مثلا كنت بأجر مثلا انا هعمل مثلا خط انتاج لـ 30 قطع 60 قطع المية قطع اوكي وبعدين بادلت يعني تعبت في الاول وبعد كده رحت يا ربنا كرمني وفتحت ورشة وبقيت اجيب صناعية وهما اللي يعودوا معي بدأتي تبعا عميش بصناعية كتير بدأتي بواحد وما كانت وما كانت وما كانت وما كانت مش مشكلة وبدأوا الحمد لله دلوقتي عندي 12 ما كانة ما شاء الله ما شاء الله يعني الحمد لله كانت ما كانت واحدة وكنت لسه البدية ولسه شقة صغيرة مأتزراها وحاجات زي كده حد الحمد لله ما ربنا كرمين أن 해�نا الحمد لله بقى عندي حاجة كويسة محترمة ما شاء الله والحد دلوقتي احنا بنعمل بأيدينا ونعمل وما حدش يعني أنا لما تبقى عندي ما فيش صناعية ما فيش حد أنا بقض حتى لما وصلتي للمكانة اللي أنت حباها لو ما فيش حد معاك طب إحنا مثلا لحد النهاردة الصبح بسبب الوباء اللي إحنا فيه فطبعا ما حدش عاوز ينزل ما حدش عاوز يخرب فأنت اللي بتقفي بنفسك وبتعملي شغلك مش مستني حد ينزل أو أني حد يدلع عليك ويقولك لا مش هنزل لو أعطي في البيت كل ده خلاص تهدد وإنت دخل على رمضان يعني أساسا ده يعتبر بالنسبة لك كل الناس بتلبس في رمضان من العبيات هو ده السيزون بتاعنا بالزفت كده هو ده السيزون بتاعنا لو أنا وقعت فيها رس أنا وقعت لأ بعد الشارع عليك من الوقوع إن شاء الله عمرك ما توقعي أبدا يا رب أنا وانت طيب خلينا نتكلم أكتر برضه قوليلي عن عبياتك في الصيف إحنا تكلمنا على الألوان صح؟ إيه الجديد إحنا هناخد منك النهاردة حاجات حاصرة إحنا قولنا نهاردة فيه منفجأات كلميني على أشكال جديدة للعبيات بتاعتك المرة دي يعني حاجة جديدة مختلفة إنتي عاملها المرة دي أنا عاملة التايجر عاملة شكل التايجر في المغربي رغم المغربي مفوش تايجر بس أنا عملت شكل تاني فيه يعني عملت هاندميت فيه طبعا عملت الخيوت بتاعته اسويت وهو كله تايجر وعملت بزعبوت ومن غير زعبوت عملت الأفطان عملت الأفطان عملت منه الألوان برضو زي ما أنا قلت لك الأحمر الناري عاملة منه عاملة منه الأوسير والطويل عاملة منه مقفل كله جلاليبا كما زي الجلبات كده استقبال في البيت عاملة تشكيلة حلوة هتعجبك يعني إن شاء الله إن شاء الله وإذن الله أنا عايز أشكر جدا أنا اللي بشكر وإنتي شرفتيني وشرفتي أسرة برنامج بإختصار كلها لا بجد شرفتيني وشرفتي أسرة برنامج بإختصار كلها ويا ربنا يزيدك ومن نجاح لنجاح دايما يا ربنا وإنتي يا رب إن شاء الله بإذن الله خلينا متفقين إن النهاردة حلقتي حلقة إيجابية حلقة يعني ببث فيها طاقة إيجابية لكل الناس أنا سعدت جدا النهاردة بلقائي في الفقرة الأولى مع مصمم الجرافيك إسلام باسيوني ولقائي بالفقرة التانية مع مصممة الأذياء الجميلة طبعا إيمان فوزي خلينا أقول لكم كلمتين سقوط الإنسان ليس فشلا ولكن الفشل هو أنت تقف حيث سقط ما تخليش الفشل أبدا في قائمة اختياراتك وإوعى تخلي الفشل تزيده بفشل أو إن أنت تعزز الفشل بالفشل لأنه الفشل هو فرصتك الوحيدة في أن أنت تتيح لك فرصة كبيرة جدا يعني عشان توصل على نحو أكثر ذكاء ففكر صح ووصل لهدفك زي ما أنت حابب وإن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا كشعب مصري بإذن الله أنا ساعدت جدا النهاردة بحلقتي ورب تكونوا استفدتوا وحاولنا نوصل لكوا طاقات إيجابية من الشباب وانتظروني كل يوم اتنين في برنامج باختصار مع نانسي المغربي السلام عليكم